مساء الخير مشاهدين إلى جولة الرياضة وفي ختام هذا العام شهدنا أحداثا عديدة السمت في حياء المسيرة الرياضية العالمية بعد فترة إغلاقات عمل جميع الملاعب والرياضات بسبب قيود فيروس كورونا نشاهد المادة الآتية ونعود للنقاش اشتركوا في القناة 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 اللاعبين الفائزين في مسابقاتهم بدون حضور جماهيري ناهيك عن عملية تأجيله من صيف 2020 إلى 2021 وحتى كان ممكن أن لا يقام بظل الظروف الرهنة صحيح هذا الكلام المباريات تقام لتلك الأندية والمنتخبات بلا جمهور الحصيلة العربية كان ممكن تكون أفضل وكان ممكن يكون فيها تحضيرات أكثر وتحقق بصراحة أكثر حتى على صعيد الرياضة الخليجية وحصرا القطرية وعلى صعيد حتى المشاركة المصرية الكبيرة ولكن وباء كورونا مثل ما حرم بعض النجوم من الأولمبياد وعطل عملية استعدادهم عطل أيضا المنتخبات العربية المشاركة كابتن أنا بدي أسألك بس سؤال بخصوص نحن قادمين على كأس أمم أفريقيا كان هناك ردد فعل صراحة من دول أوروبا أو حتى الاندي الأوروبية يوجد انتقاص من المسابقات التي تقام في أفريقيا وفي آسيا كما شاهدنا الأولمبياد كان هناك تهديدات بألا يقام حاليا كان هناك شكوك حول كأس أمم أفريقيا بألا تقام لماذا هذه النظرة الدونية من قارة أوروبا إلى المسابقات القارية الأخرى برأيك هل هي النظرة الدونية تصنيفك وتوصيفك صحيح ولكن قل عن بطولة يورو وبطولة أمم أوروبا أو بطولة أمريكا الجنوبية أقيمت في منتصف الرزنامة الدولية يعني أعطيني بطولة أولمبياد جرت وحتى مسابقات كرة القدم تمشي على مستوى دورياتها على مستوى أوروبا أو أفريقيا أو آسيا نحن فقط رح نشوف في المونديال أولا التوقيت خاطئ يعني تنسيق الاتحاد الأفريقي يأتي فوق تقريبا الاتحاد الآسيوي رغم أنه بطولة يعني شفت أنت بطولة كأس أمم آسيا الماضية حتى أقيمت في مطلع العام 2019 لكن ما فيها اللاعبين الأسيويين الكتار المشاركين على مستوى أوروبا الآن الدوري الإنجليزي مع إيقافاته بسبب وباء كورونا وإصابات اللاعبين والمدربين مهدد أيضا بتأجيل مباريات بسبب بطولة أمم أفريقيا يجب أن تخرج القارة السمراء من عملية أن تكون بطولاتها على الهامش يجب أن تحارب لكي تنتقل إلى الصيف وإلا فمشكلة كبيرة على مستوى النظرة الدونية مثل ما ذكرت أنت على مستوى عربي آخر منتخب الجزائر حقق إنجاز حينما توج بطولة كأس العرب طبعا هذه البطولة التي شاهدنا عودتها بعد توقف دام تسع سنوات تقريبا وهي أتت بمسمى جديد وقيمت تحضيرا لبطولة كأس العالم القادمة في قطر أيضا شاهدنا مستوى جيد للمنتخبات العربية خلينا أوجي مبارك للأشقاء القطريين هذا التنظيم لو أن المنتخب القطري كان متوقع منه أكثر من هيك على مستوى استعداداته وتحضيراته وهذا يضع إشارات استفهام ممكن نحكي عنه بمحاور أخرى ولكن كأس العرب فيفا 2021 تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم مع وعد آخر من داخل الدوحة من داخل العاصمة القطرية بأن تكون الدورة المقبلة لبطولة كأس العرب أيضا ضمن روزنامة الاتحاد الدولي من الذي فعل هذا الأمر من الذي صرف الأموال من الذي جعل الأمور بروفا للمونديال يعني أنت في عندك فقط للأسف ثلاث أو أربع دول قادرين على أن يعملوا مثل هيك استضافة بهيك زخم حتى على مستوى المنتخبات لم توفق الأسرة القطرية الرياضية الكروية بأن تستطيع جلب اللاعبين المحترفين من الصنف الأول ولكن معظم المنتخبات كان فيها لاعبين دوليين ومحترفين مستوى ربع ونصف ونهائي بطولة كأس العرب كان تقريبا مقارب للمستوى الدولي قد يكون هناك تفوق لعرب أفريقيا على عرب آسيا ولكن قطر نجحت في الاستضافة وبتقديم العرب في أفضل نسخة في تاريخ هذه المسابقة والمنتخب الجزائري أثبت علو كعب على المستوى الثقيل العربي والإفريقي والعالمي وإشارات استفهام على المشاركة الخليجية على رأس المنتخب القطري والمنتخب السعودي أيضا في هذا العام كابتن عروى شهدنا خبر محزن لربما لجماهير نادي برشلونة حينما رحل اليونيل ميسي الذي كان سيجدد وسيبقى مع النادي صوب باريس سان جيرمان هذا الحدث لربما هو كان أبرز حدث في هذا العام نعم فراد كمان هنا عنوانك صحيح ويعني الإشارة التي وضعتها صحيحة لأنه مثل ما هي الرياضة في 2021 عام الكورونا يعني عام خلو المدرجات وامتلاء المدرجات فهذا العام هو عام ميسي بامتياز من بطولة كوبا أمريكا إلى عودة الأرجنتين مع اليونيل ميسي بعد 28 عام إلى المنصات الدولية أول لقب دولي له أمام الجماهير التي تتهمه في بلاده بالتخاذل الأجواء التي أقيمت في المباراة النهائية كانت بحضور جماهير خفيف يخرج الرجل من برشلونة بلحظة صادمة جدا وصادمة حتى للكثير من الجماهير والمتابعين وحتى على مستوى الشركات الدولية الداعمة لنادي برشلونة وينتقل إلى باريس سان جيرمان ويبحث عن أرقام في لحظة من لحظات يستطيع أن ينال الكرة الذهبية ويدخل في حالة جدلية من أجل كريم بنزيمة وروبيرت ليفاندوفسكي إذن هذا العام تمحور حول ميسي وميسي كان نجم فيه على المستوى السلبي والإيجابي في أكثر محطاته حتى إذا ذهبنا أيضا إلى فوز المتخب الإيطالي باليورو على حساب منتخب إنجلترا حتى على أرضها إنجلترا لم تستطيع أن تأخذ لقبا قاريا كبيرا بعد طبعا اللقب الذي حققته في مونديال 66 كان هذا الفوز هو متوقع بالنسبة لما قدمه المنتخب الإيطالي يعني الكرة الإنجليزية قدمت أجمل منتخب منذ سنوات طويلة وفعلا لم تستطع في المباراة النهائية يعني ما زالت العقدة موجودة رغم أن هذا المنتخب من أروع المنتخبات بعد التشكيل الذي كان يحتوي على سيمان أو ألان شيرر أو جيرارد أو لامبرد هذه الأسماء التي لم تستطع أن تصل إلا إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا في العام 1996 المنتخب الإيطالي أيضا أجمل نسخة بعد الإخفاق التاريخي وبعد المشكلة التي أطاحت قبل عدة سنوات بالقائمين على الكرة الإيطالية وبالمشرفين على المنتخب الأول وانتهى الجيل ليأتي مع منشيني يركب سكة الرهان ويكسب في الرهان الآن بسبب ظروف كورونا أيضا وبسبب بعض الظروف التي أحاطت بالمنتخب الإيطالي لاحظ على الدراما المنتخب الإيطالي بحاجة أن يلعب على الملحق مجددا أي أن هناك تهديد جديد للكرة الإيطالية قد لا تصل إلى كأس العالم فشو استفدنا من هذا الجيل إذا بيجيب أمم أوروبا ما بيروح فينا على كأس العالم أمامنا البرتغال أمامنا كريستيانو رونالدو طيب نحن حتى نكسب الوقت هناك حادثة حصلت خلال بطولة اليورو الأخيرة حينما سقط إيركسن طبعا لاعب نادي إنتر ميلان والمنتخب الدنيماركي وطبعا حدث هناك توقف في القلب هذا اللاعب وشاهدنا طبعا عبر شاشات التلفز ما حصل كيف تدخل الطاقم الطبي بسرعة وكيير طبعا هو قائد كان لمنتخب الدنيماركي كيف تدخل وأنقذ حياة هذا الرجل أيضا أوغويرو الذي انتقل إلى نادي برشلونة قادم مانشستر سيتي حصلت له مشاكل في التنفس وأيضا سقط على أرضية الملعب هذه الحالات الإنسانية والتعامل معها كيف وجدتها أستاذ الله يعني فرات لحظات أوقفت قلوب العالم أوقفت يعني خلينا نقول أوقفتنا متسمرين أمام الشاشات يعني حالة إنسانية لحالة الكابتن كريستيان إيركسون وهو يسقط في مباراة الدنيمارك وفنلندا هل سيعود هذا الرجل إلى الحياة هل توفي يعني دائما نكرر سلامات لللاعب الدولي إيركسون وسلامات لسيرجيو أكويرو الذي اضطر بعد أن حقق حلمه بالمجيء إلى برشلونة وإلى جانب زميله ورفيق عمره ليونيل ميسي خرج ميسي فتراه يعتزل بسبب مشكلة انتظام دقات القلب هذا يتحمل مسؤوليته الاتحاد الدولي لكرة القدم واتحادات الألعاب على مستوى القارات طريقة التعامل مع اللاعبين والمدربين على أنهم ماكينات وأنهم آلات في وسط روزنام يعني مليئة جدا ومضغوطة جدا وهذا اللاعب وهذا اللاعب ليس رجل آلي يعني تحط له البطارية وتحط له الفيش لحتى يعبي ويخزن هذا بحاجة تصفيق الجماهير لعب فترة ومعه فوبيا من الكورونا إذا أصابتني الكورونا توقف رزقي سأنتقل إلى الدوري البرتغالي أو إلى الدوري اليوناني يعني هاي الأمور كل ضغوطات على اللاعبين فكانت الحالة الإنسانية الأكبر هي حالة كريستيان إيركسون ومن ثم حالة سيرجيو أكويرو أنا بالختام بدي أتشكرك جزيلا الإعلامي الرياضي عروع قنواتي كنت معنا للحديث عن الحصاد الرياضي لهذا العام شكرا لك شكرا كتير إليك فرات وكل عام إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدين شكرا شكرا لك بهذا طبعا نكون مشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختم شرط إضافي لهذا اليوم إلى اللقاء شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك